تفقد الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أحد مراكز التدريب التابعة لإدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة والتي تأتي في إطار المتابعة الميدانية الاستراتيجية لتطوير وتحديث المستمر للمنظومة التعليمية والتدريبية التي تنفذها القوات المسلحة ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمعلمين والمتدربين مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة المنظومة التعليمية والتدريبية لتنمية مهارات الفرد المقاتل كما قام الفريق أسامة عسكر بالمرور على عدد من الأجنحة التعليمية لمختلف التخصصات التي تحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات لأساليب التعليم المتطورة كما ناقش عددا من المعلمين والمتدربين في أساليب تنفيذ البرامج التدريبية ومدى الاستفادة منها لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تقديم الدعم اللازم لمنظومة التأمين الفني للأسلحة والمعدات اشتركوا في القناة